بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندر كينغ مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين كيريفيت سبول معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن كينغ وكيريفيت ناقش الجهود الإضافية لاستقرار الاقتصاد في اليمن وأكد على ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية لتخفيف الحاجة الإنسانية وكانت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن حذرت في وقت سابق من انعكاسات تدهور قيمة الريال على الأمن الغذائي في اليمن والذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم